من الذين صرحوا بذلك أعزائي العلامة التستري أعزائي أنتم تعلمون أن العلامة التستري صاحب قاموس الرجال واقعا من الأعلام ماذا؟ في علم الرجال أعزائي وله منهجه الخاص وأنا أنصح الأعزاء لا أقل هذا الكتاب يكون بأيديهم وهو كتاب الأخبار الدخيلة للعلامة التستري من أهم كتب العلامة التستري أعزائي كتاب ماذا؟ الأخبار الدخيلة اللي في أربع مجلدات واللي ما موجود مع الأسف في الأسواق أسأل لعله إن شاء الله يطبع طبعة جديدة مفيدة وكذا هناك أعزائي في الجزء الأول صفحة ثلاثة أعزائي يقولوا وقد جعلناها ثلاثة أبواب باب في الأحاديث المحرفة روايات أهل البيت روايات أهل السنة روايات أهل البيت وباب في الأخبار الموضوعة إذن في رواياتنا ماذا يوجد يقول العلامة تستري إلي منهجهم قريب من المنهج الأخباري موصوله ولهذا يحمل حملات شنعاء وفضيع على الشيخ الطوسي مولانا في قاموس الرجال لو تراجعون مولانا يقول إلي دمر الفقه والعقائد والأصول ما أنا منه خلافا لما يقال الشيخ الطائفة شيخ الطائفة هو يقول مدمر الطائفة ومفسد الطائفة وراجعوا ترجمت شوفوا انظروا ماذا يقول ماذا يقول ماذا فعل في الفقه ماذا فعل في الأصول ماذا فعل في الرجال ماذا فعل في العقائد ماذا 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 هاليوم ارجعوا احنا من قلنا بأنه شيخ الطائفة مولانا في تفسيره متأثر مولانا بالطبري مولانا في كلمات الطبري واسرائيليات الطبري قامت الدنيا ولم تقل واليوم راجعوا انتو ترجمت العلامة الشيخ الطوزي في كتاب من العلامة توستي وباب في الأدعية المحرفة هذا مولد أعزائي